السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوات اخوان كيفكم ان شاء الله تكونوا بخير وصحة سلامة ان شاء الله دائما وابدا حبايبي اليوم الفيديو رح يحكي عن نقاط كتير 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 مهمة بالنسبة لموضوع المانيا يعني كلمين حابب انه يوصل على المانيا وحابب يعرف كيف الوضع بالمانيا وشو الترتيب بالمانيا اول ما يوسع المانيا يقدم لجوء شو منتظره بالمانيا شو رح يعملوا معه شو رح يقدموله شو الاجراءات اللي حيساويها شو الترتيبات اللي حيمشي فيها بالتسلسل شو منايح المانيا وشو مساوي المانيا تمام ففي كتير امور بصراحة رح احكي فيها بهذا الفيديو يلي حابب يسمع وحابب يعرف اشياء مهمة جدا بالمانيا بالمانيا من اول دخوله لالمانيا لوقت ما يبلش يزبط اموره يأسس حياته يزبط اموره على الاربا عشرين يسمع هذا الفيديو اذا بتحبه لانه هذا الفيديو رح احكي فيه كتير نقاط اه وبظن الناس يعني اه بيخطر على بالكتير الاسئلة يعني كتير كتير اسئلة بيخطر على بالكتير الاسئلة شو الاجراءات قديش ممكن للحق الرواتب بيعطونا بيت بيعطونا قصر بيعطونا فيلا بيعطونا الجنة يعني كتير امور عالم فكرت عن المانيا انه يلي بيوصل على المانيا اه وصل متل بيقوله لبر الامان هلا اوكي فيه الى منايح بس فيه الى مساوى كتير بصراحة تمام فاللي حابب يعرف اي الامور تمام تابعوا معي الفيديو بغض النظر عنه انا حابب انه يجيني مشاهدات وكزا وتشوفوا مشان يجيني انا مشاهدات بغض نظر عن هذا الموضوع موضوع يعني موضوع يعني موضوع هيحكيه بها فيديو كتير مهم يعني تمام يلي بيحب يسمعه يا ميت اهلا وسهلا ولا تنسوا تعالقونا تعليقاتكم الحلوة تسألونا وتعطوني رأيكم بالشي اللي انا هل احكيه وقلكن يا عن المانيا تمام اذا سمحتوا قبل ما نبلش اه يلي معلوموا يشترك بالقناة يشترك بالقناة وعملونا لايك وشاركوا الفيديو لحتى يوصل لاكبر عدد ممكن من المشاهدات تمام يلا خلينا نبلش تمام يا جماعة هلا بالنسبة للناس يلي بتوصل على المانيا يعني شخص اول ما يوصل على المانيا شو عم يستناك بالمانيا اول ما توصل على المانيا اذا انت كنت جاي بالقطار تمام ورايح مثلا اه من اول مدينة انت وصلت عليها على المانيا وحابب انك تنزل على برلين تمام اه بس توصل على المانيا انت راح تقطع بالقطار من المدينة اللي انت موجود فيها على اه برلين مسلا تمام لانه اكتر الناس اللي بتوصل على المانيا بتقولك انا طالع على برلين بدي سلم حالي ببرلين تمام طيب هلا بس وصلت علي برلين انت شو اللي لازم تعملو اللي لازم تعملو انك لازم تروح على مركز اه لجوء وتسلم حالك بهذا مركز مركز اللجوء وتقولون انا هلا وصلت علي المانيا وبدي اقدم طلب لجوء هون بقى هنو شو بيساوو بياخدوك مشان يجهزوا الامور او اذا ما كان في مركز لجوء بتروح علي اي مخفر شرطة بتقول لنا مخفر شرطة انا هلا وسط على المانيا وبدي سلم حالي هن بقى الشرطة بياخدوك بياخدوك على كامب بالنسبة لموضوع اللجوء او ممكن يعطوك هنوان يقولك هاي عنوان بروح لعند هاد العنوان وسلم حالك بهذا العنوان تمام وفي عنا احتمال تاني يلي هو اذا انت راكب القطار ممكن الشرطة يطلعوا على القطار وياخدوك من القطار ينزلوك ينزلوك مثلا شكلك لاجئ او عربي او بيان انه اجنبي تمام بياخدوك ينزلوك ويقولك انه شرف معنا يا محمد هاد العنوان نحنا هنروح عليه تمام شو هو هاد هاد يعني فيكن تقولوا المراحل انا راح اشبه لكم ياها تشبيه معلاش يكني يزعجكم شوي بس بتعتبر حالك مثل ان انت رايي عالجيش على بالجيش شو بيسا بواحد بروح بيسلم حالي بالقطار اللي هو بدي يلتحق فيها بياخدوه بيفرزوه على على النبك ومن النبك هناك بياخدوه كم يوم لحتى يجي يفرزوه على القطار اللي بينفرز عليها تمام وبعدين بياخدوه من النبك على القطار اللي انفرز عليها وبياخدوه فيها هناك دورة اللي هي شهر ونصف اغرار او ثلاثة شهور مع اختصاص يعني هيك الترتيب تمام وهون نفس الفكرة بتروح انت على هذا المركز بتسلم حالك هون بيستلموك بيقولك اوكي اعطينا اسمك اعطينا امورك الارباع عشرين ويقولك تعال بياخدوك يحطوك بغرفة ممكن يحطوك بغرفة فيها اربع اشخاص ممكن يحطوك بغرفة فيها خمس اشخاص ممكن يحطوك بغرفة فيها عشر اشخاص يعني كبيرة غرفة كبيرة فيها عشرة خود بتعيش مع عشر اشخاص حسب انت وحظك هاي البلد يا جماعة بلد اللي حظوظ انا عم حاكيكم من الاخير يعني هاي البلد المانيا بلد اللي حظوظ يعني كل مين معلم له حظ بدو ياخدو فيها لها البلد بعد تمام فممكن يحطوك بغرفة فيها خمسة ممكن عشرة ممكن اربع ممكن ستة ممكن اتنين ممكن ياخدوك افرزوك او يحطوك بي اوتيل يقولك عود بوتيل حنا ما عنا كامبار عود باوتيل هاي الاوتيل بيقعدوك لنا على حسابهم بحطوك بغرفة مع شخص او شخصين او شخص او انت العالة يعني في ناس اجت سلمت حالة حطوها باحلى الاراني حطوها باوتيلات واحلى خدمة على الاربع عشرين وفي ناس اجت حطوها بالحضيد باراني يعني بيقلك انا معقول جاي على المانيا يعني بيطلع بيقلك انا معقول شي انا هلأنا بالمانيا انا ما نزدق ان انا بالمانيا بيبعتوه على كم في اشكال الوان في جنسيات من شو ما بيخطر عبالك من شو ما بيخطر عبالك جسيات بتلاقي تمام ما رح حدد اي بلاد مشان ما يقولوا عنصرية لا من كل الجنسيات بتلاقي تمام المهم با ما يحطوك بهاي الغرفة تمام ابيبلك عود واستنى هلا مانا احنا خبر طيب انت وتقعد بهذا الكام شو مهم تك تساوي بهذا الكام مهم تك تاكل وتشرب وتنام وتفي وتطلع تعمل لك فتلة بالمدينة اللي انت موجود فيها يعني تعمل بتقوله سياحة تمام هاي مهمتك بس ما بيطلبوا منك شي شو بيعملوا لك كل يوم الصبح بز الساعة ستة السباح او سبعة السباح بتروح على الفطور تفوت على المطبخ بتلاقي فطور حطي لك فطور بكل العالم تفطر 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 تاخد واجبتك بتفطر على الاربع عشرين ما شباب ترجع بتقوله نعطيني واحد تاني بيعطوك وجوه تاني ما في اي مشاكل بعدين بتروح تطلع بعد ما تروح تطلع انت فترة الغداء بيقولك في فترة غداء تجي كما فترة الغداء بتتغدى الغداء اللي موجود تمام بعدين المسويات في عشا الساعة سبعة بيكون العشا بتتعشى بعدين يقولك يالله فريزوا حليب عن النوم تمام يابدك تنام يابدك تسهر يابدك يابدك تساوي طيب الحمامات راح تكون مشتركة يعني انت بدك تتحمم تمام تنزل الحمامات مشتركة تلاقي الحمام في حمام كبير حاطيلك في كابينات حمامات مشتركة وتسكرة حالك الباب تتحمم اوكي احيانا بيكون ما في بواب تمام بيكون الحمامات نظام الحمامات عندهم مفتوح على بعضها هون عادي يعني اذا انت فتت على الحمام تمام بالكامب وكان معك جنسية اه خلينا نقول اوروبية مثلا تمام او او اي جنسية انا حتقول المعقولة في اوروبية بيجوا اي في في عالم تجي من ايطاليا في عالم تجي من برتغال في عالم تجي من اسبانيا في عالم اي دول تعتبر فقيرة يعني تمام فانت لا تستغرب وتفوت على الحمام وتلاقي حدا عم يتحمم بالزلط يعني شارع كالاوعية يعني انت لا تستغرب تقول لعم شو مجنون لا هذا مجنون هاي اول طبيعة راح الك عليها طبيعتهم ان هون يتحمموا بالزلط كلها عادي تمام ما عندهم اي مشكلة يعني انه انت تشوفوا تشوفوا بعضهم مسلا بالزلط ما عندهم اي مشكلة هاي اول سيئة حطوها ببالكم تمام بسة السجاية احلى خليكم معي خليكم اسمعوا بالسماعات لحقلكم ياها اي محد يمكن حكاها اسمعوا المهم الحمامات ستكون مشتركة تمام طبعا انت اذا حبيت تتحمم بعادي بملابسك الداخلية عادي ما حدا يعني ما حدا يلو عندك عادي تمام هاي شغلة شغلة تاني عفوا منكم التواليتات التواليتات هتكون كمان يعني متل مشتركة تمام كما عند التواليتات في الى بواب اي يعني شغلية الحمد لله في الى بواب تسكى الباب اوكي عادي طيب هاي خلصنا هدول النقطة فانت بتقضي هذا الموضوع اول فترة اول ما بتوصل على الماني وتسلم حالك بهذا الكامب هيك تمام هلا اذا انت اجيت باوتيل في ناس تفرزوه على اوتيلات لانه في اماكن بتروح عليها غير برلين تمام بتروح مسلا ما عندهم كامبات ولو احنا ما عندنا كامبات فشو بيكونوا مساويين هني الحكومة بتكون مستأجر اوتيلات وعم تنزل فيها لاجئين بتنظيم منهم تمام فممكن تفوت انت على اوتيل تلاقي شي خمسة جومة يعني بتروي تروي تروي تقول لك يا اخي خلوني هون على طول ان شاء الله لا تفرزوني لارني خلوني هون على طول بس لا هذا بيكون كم مؤقت تمام هين نقطتين وتوصل انت على هذا المكان اسمه اللي احقلكون يا هلا كماني المكان اللي بتوصل انت بتسلم حالك في ان كان كامب و ان كان اوتيل ما بتعرف على حالك امتى بده يجيك موعد اول مقابلة تمام كيف يعني موعد اول موعد اول مقابلة مش هناخدوا اسمك معلوماتك اه انت كيف اجيت شو الطريق اللي يجيت فيها تهريب نظامي بالبحر بالطيارة بالصاروخ شو اجيت انت بدن ياخدوا منك كل المعلومات هاي تمام فهي المقابلة انت وبدك تستناها هلا في 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 مدن بيقولولك تستناها من خمسة عشر يوم لشهر ونص لحتى يجي دورك وفي مدن بتقول لك تستناها من شهر ونص لشهرين او شهرين ونص وفي مدن بتقول لك واذا تستنى مقابلتك من خمسة عشر يوم لعشرين يوم في من عشرة ايام لخمسة عشر يوم يعني مشكل كل مدينة لانه هون دولة يعني هون كل مقاطعة دولة تمام فهي الامور هيك اول ما توصل انت بك تعرف حالك انه حسب الظرف اللي بده يجي انت مكان تجي فيه ممكن تستنى بها الفترات هاي اللي عم لك يا ها اذا انا عملكم بدا تنتظر بدا تنتظر انا عملك شو حتنتظر تنتظر اول مقابلة مشان يسألوه كيف اجيت ومنين اجيت ووجو عمله ما رح طويل تمام فانتو بهاي الفترة هاي مطلوب منكم بس تعدوا تاكلوا تشربوا تناموا وما بيمنعوكم تطلعوا من الكامب بس طبعا الكامب وتطلعوا منه بيقولوا لكم في وقت معي لازم ترجعوا فيه يعني مسلا تطلعوا ساعة خلينقول عشرة الصباح لازم ترجعوا على الكامب ساعة مسلا تماني تماني لازم يكون داخل الكامب تمام هاي شغلة اه شوفي عنا كمان نقطة تانية بالنسبة للكامبات انت المكان اللي حتكون فيه بقى انت حسب انت وحظاك ممكن تلاقي فيه اشكال الوان في بتلاقي فيه الادم بتلاقي فيه الازعر بتلاقي فيه اللي مشراني بتلاقي فيه الحشاش بتلاقي فيه السكرجي بتلاقي فيه الخمرجي بتلاقي فيه اللي بيحب النسوان بتلاقي فيه اشكال الوان يعني شو ما بيخطر عبالك بتلاقي بالكمب. تمام? فهذا الموضوع انت حطه ببالك او انت حطوه ببالكم انه هتوصلوا على الكامب اول فترة هيك رح يكون الوضاع. الا بقى ازا كان الحظاتكم حلوين وجيتوا بالاماكن الحلوة اللي اتلكوا عليها اوتيل والاصاصي. هيكون الوضاع يعني اشوى شوي. تمام? حتى بموضوع الاوتيل يعني تجي باوتيل رح تشوف كمان اشكال والوان. الان في شغلة رح تكون احنا صعبة علينا نحنا بالنسبة لعاداتنا وتقاليدنا. انه ما بفرقوا بين المرأة والرجال. يعني المرأة هتح تجي مثلا تقدم لجوء. اذا كانت مثلا لحالها عادي بيحطوه بكمب مشكل. في عائلات في شباب في مسوان عادي. بس طبعا ما بيحطوه مع غرفين. ما بيحطوه بغرفينه مع شباب. لا. بس انه معرض انه تقعد بكمب في شباب في اشكال الوانية. تمام? فهذا موضوع انه ما بيفرقوا بيناتهم. ما عندهم اي مشكلة خير. اي نقطة لازم تحطوه ببالكم يا بنات. اللي بدون يجوا لحالهم. لانا في كتير بنات عم يجوا لحالهم. تمام? ما بتعب شو ظروفها ما بتعب شو اوضاعها. عم تجي لحالها. فهي شغلة تحطوه ببالكم كمان. تمام? هي خلصنا من هاي النقطة. طيب. بعد ما تعملوا اول مقابلة. شو بيصير? بتروحوا بتعملوا اول مقابلة. وتعملوا اول مقابلة. بياخدوا المعلومات. بياخدوا الامور كلها. بعدين شو بيساووا? بيرجعوكم على المكان اللي انتم فيه. وبيقولوا لكم استنوا الفرز تبعكم. عام بلكم نظام مثل الجيش. بيقولوا لكم استنوا الفرز تبعكم لحتى يجي. طيب. هلا الفرز قديش بده وقت لحتى يوصل. انا رح احكي عن نفسي هلا. انا الكامب اللي اخدوني عليه. تمام? قعدنا اول شيء خمسة عشر يوم. قالوا لنا خمسة عشر يوم بيجي الموعد المقابلة. ما اجى موعد المقابلة. اتفقوا العالم كلهم اللي الموجودين بالاوتيل انهم يعملوا مظاهرة. يشتكوا على هذا الموضوع. انهم قالوا لنا خمسة عشر يوم وما اجت بموعد المحكمة. عملوا قصة وعملوا زيتها وزنبلتها. بعد القصة كلها هاته اللي صارت. بحوالي خمس ايام اجانا موعد المحاكم ورح نعملنا مقابلات. بعد ما عملنا مقابلات. اخدوا معلومات كل واحد. قالوا لنا اطلعوا واستنوا برا. كل من نعمل مقابلة يطلع يستنى برا المحكمة. تطلع برا المحكمة بتلاقي جاي في باصات. تلاقي فيه شيء عشر خمسة عشر باص. بيقول لك واقف واستنى. بس تسمع اسمك ابتجي. على الفرز يلا. وهم بتواقف تسمع اسمك. بس تسمع اسمك بتروح لعندهم يقول لك تطلع على الباص. تطلع على الباص. طيب هذول باصات شو برزوك على مكان تاني. كمان بيكون كامب او اوتيل. انت وحظك برجع بقول مكان اه تاني. يا اوتيل يا كامب. بيكون منيح. يا بيكون بيكون اه او سخم من اللي كنت فيه. تمام? فاخدونا والله على مكان بكامب. فتنا على كامب. كامب بص. تمام؟ جنسيات مشكلة كانت. يعني مشكل. شي ايراني شي افغاني شي سوري اه شي لبناني شي عراقي. مشكل كانت الجنسيات. تمام؟ طبعا بهذا الكامب. ماتل ما حكينا. ما بيخل الامر. كل يوم مشاكل كل يوم عين. بتستعني انت اذا اعب الكامب. تسمع صوت عياط ناس عم تتقاتل ناس عم تتخانا ما تستغرب بتكون بألمانيا يعني المهم بيقلولك بهذا الكامب اللي فرزوك عليه الثاني بيقولك عود واستنى ليجي فرزك النهائي يعني في عندك فرز نهائي تمام المكان الثاني اللي يفرزوك عليه بدك تستنى فيه سبع تيام معروف فيه أماكن فيه سبع تيام وفيه عشر تيام هذا معروف سبعة وعشرة أنا انتظرت سبع تيام اليوم السابع نزلونا على الساحة وقالوا اليوم بتفوتوا كل ياتكم مشان تفوتوا على المكاتب وتاخدوا الأماكن الفرز تباكم نزلنا على الساحة بتنزل على الساحة تمام بتسمع اسمك بتفوت على المكتب بيعطوك ورقة بيقول لك خوضي ورقة بتلاقي مكتوب عليها العنوان اللي يفرزوك عليه ورقم الباص بتطلع لبرة بتعطي العنوان والرقم الباص للسائق بيقول لك تطلع على الباص هلا بعد ما تطلع على الباص تمام بجمع كل الناس اللي ينفرزوا على نفس المدينة تبعك وبينطلق الباص تمام بس يوصل الباص على المدينة يلي انفرزت عليها في مكتب هنيك اسمه تمام هذا المكتب اللي هو مسؤول انه يستلمك وياخدك مشان يفرزك على الكامب او سكان يلي هن مخصصينه للاجئين تمام المهم بعد ما يوصلونا وصلونا استلمنا السوسيال اخدنا راحوا سلمونا حرامين مخدة فرشة وعدة مطبخ طنجرة مقلاية صحنين معلقتين شوكة سكين يعني بيسلموك هاي الغراض كله ياتا مشان انت وبدك تسكن بهذا الكامب تستخدم هاي الغراض وتكون امورك كله تمام يعني بصراحة يا جماعة كتر خير الله ثم خيرهم يعني والله ما احد اعملها يعني ما احد اعملها من الدول العربية ما احد اعملها تمام فكتر خير الله وخيرهم يعني بصراحة بيعطوك فرشتك بيعطوك حرامك بيعطوك المخدة كله جديدها ما مستعمل مو بتاخد شيء والله مستعمل كله جديد بتفتح انت الجلاتين بايدك يعني مو بتلاقي مسلا الاحرام عليه البق وعليه الوصخ وعليه الكرمخت والقصاص كلها لا كله جديد بتاخدوه تمام المهم سلمونا هاي الشغلات كله ياتا وبعدين بياخدوك بيفرزوك على مكان سكناك الى يوم يتاخدونا على كمب وللاسف كان كمب يعني الله لا يجعله من نصيب حدا يا رب ليش لانه كان في الحشاشة وكان في السكرجية وكان في الادمي وكان في الازعار وكل وجميع جنسياتها يعني مو جنسيات عربية لا جنسيات عربية وجنسيات تانية كمان ففتنة يومية على هذا الكمب حطونا بهذا الكمب للأسف كان كمب كتير مزعج كل يوم كان في مشاكل كل يوم السكرجية عم يتخانقوا مع بعض كل يوم الحشاشة عم يتخانقوا مع بعض مشاكل وعي وفي مجانين كمان الكمب مصروع اللي عنده صراع يعني كمب الله لا يجعله من نصيب حدا يا رب وهذا الكمب اللي اللي فرزونا عليه كان خاص بالشباب يعني ما في عائلات تمام ما كان في عائلات بهذا الكمب المهم اجا فرزنا هيك يوميتا فانتو بكنتوا تتوقعوا فرزكن يجي مشكل ما بتعرفوا شو الفرز بيجي يكون ويوميتا للأسف يعني حطوني بغرفة مع اثنين واحد من الصومان والتاني من 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 غانا على عيني وراسي والله على عيني وراسي والله هي مو عنصرية بس يعني هن من بيئة وانا من بيئة هن لغة وانا لغة فكيف زبطت معكم تحطوني مسلا مع اثنين صومالية تمام فالموضوع كان يعني مزعج يوميتا بس ربكم الحميد يعني الشباب اللي كانوا مع يوميتا بالغرفة الاثنين واحد من الصومال الحمد لله كان كتير آدمي يصلي بخاف الله والتاني من غانا كان بحاله ما كان يحكي ولا كلمة وكانت الامور يعني جيدة بس أنا طبعا يعني بفضل رب العالمين اول يوم تاني يوم كنت ملاقي غرفة تانية وزبطتها مع السوسيال الحمد لله ونقلني على غرفة تانية وكانت يوميتا انه في خطة انه نسكم مع سوريين كلا كان في كم سوري لانه هنيكي فالمهم الحمد لله انه زبطت تاني يوم مع السوسيال انه نقلني المهم لكمل الكون فهون تنفرزوا هلأ بس انفرزتوا على هذا الكامب هون بقى بدكن تستنوا كنت استنوا كنت استنوا شو كنت استنوا موعد المحكمة التاني ليجيكم تمام موعد المحكمة التاني ليجيكم هلأ انا بحكم اني انا كنت باصم بايطاليا للأسف بعد اربع شهور بقعدتي من هذا الكامب جاني رفض تمام هاي نقطة بدكن تتبهونها يلي بيكون باصم ببلد تانية على الحظ انت ونصيبك يعني هي الشغلة انت ونصيبك القاضي اذا شاف انه انت لازم انه يكسر لك البصمة بيكسر لك اها اذا شاف القاضي انه انت مخرج انه يكسر لك البصمة ما ما بيكسر لك رفض بعد ما يبعتوا لك رفض اذا وصلوا الواحد رفض بيروح بقى في ما رح افوت بها السيرة يعني هي كلاياتها لانه هي موضوع تاني يعني تمام بس بس يجيك رفض بتروح فيه طعم بالقرار بتوكل محامي بيطعن لك بالقرار بلك تستنى يعني قصة طويلة فما رح افوت فيها المهم تستنوا بهذا الكامب من المقابلة التانية بس تجيكم المقابلة التانية هم بقى المقابلة التانية بيحدد القاضي انه بدي يعطيك اقامة تمام بيعطيك اقامة مسلا في ناس اخدوا اقامة اول مرة سنة وفي ناس اخدوا ثلاثة سنين وفي ناس اخدوا اللي هي الشي اسمها كان هاي بتجي كرت هيك اخضر وعليه انه لمدة ستة شهور كل ستة شهور بيجددو لك تمام هذا بياخدوا الواحد اذا كان عنده رفض او اذا القاضي قال لك انه نعطيها الى ستة شهور بس المهم هاي النقطة كمان بعد ما تعملوا مقابلة بس تاخدوا اقامة بعد ما اخدتوا اقامة يلي بيحب ينتقل بقى يروح على بيت يدور يلاقي بيت بينتقل على بيت بياخد بيت عن طريق الجوب سنتر لانه هو صار هو اللي بياخد اقامة الواحد بينتقل بقى من الاولى لي 오늘ه على السوسيال الامد لجوب سنتر امد تمام فااااااااااااااااا فاااااااااااا هاي انت مستقل تculesاوا النتر من كل كل مقاطعة في إقامة اااااااااااااااااااااااة اعطinga عنات ونظام معين اتذي يحب رواتب معينة ونظام معين الجوب سنتر بيجрет لك دور قول بيت واعطيب يلت دور في Просто تلاقي بيت وتتعال Sole internally and a 회 meeting سيجعل بيت الماء بإيسife تنفض الـ 400 يورو بدأك تجد بيت لقيمة ا assistir الاجار. وفيه لك راتب من الجوب سنتر. من الجوب سنتر قد اعطيك راتب. هل نحن بالبدايات اول ما وصلنا. كانوا عم يعطونا راتب ثلاثمائة وسبعين ثلاثمائة وثمانين تقريبا. هي راتب مصاري مشان تصرف على حالك. تمام? ثلاثمائة وسبعين ثلاثمائة وثمانين يورو. وبيعطوك اجار سكنك كمانة. بيدفعو لك اجار سكنك. هاي يعني هذا اللي بتحصل عليه انت. مشان الناس اللي بتعرف ان قدت شو شو بحصل انا شو بيعطوني? يعطوك ثلاثمائة وثمانين يورو تقريبا راتب تاخدو كاش ليدك. تمام? واربعمائة يورو مثلا بيخطوصوك انه اجار سكنك. هلأ في شغلة لازم تحطوها ببالكون انه هون في عنصرية. يعني ازا انت كنت جاي بمدينة صغيرة. تمام? اصحاب المدن الصغيرة بيكون شوي متخفزين. كيف يعني? مثل عنا مسلا محافظات. بتروح مسلا على محافظة. دير الزور درعة. اه الحسكة. يعني محافظة. تروح كل الحي بتلاقي بيعرفوا بعض. فانت ازا ايجا فرزك على حي ممكن يكون فيه عنصرية. والعنصرية هاي شو بتولد عندك? بتولد عندك انه اكتمات حسن تلاقي سكن بتستأجره. لانه وتروح انت عالصاحب البيضك تستأجره بيعرفك انه انه انت اوستلندر اجنبي تمام? ما بيعجرك. يقول لك اخي انا ما بدي يجي لاجئين عندي على البلد. فهذا الموضوع كتير عم نعاني منه موضوع العنصرية. انه في ناس ما بتحب تأجر بيوتها للاجئين. تمام? يقول لك انا ما بدي يجي لاجئين عندي على البلد. فبديق عليك مشان انت تتفوش وتطلهم من البلد. اتفقنا? اتفقنا. هلا. في عندك شغلة انت بعد ما تستأجر السكان. ما تفكر انه انت هتستأجر السكان. وحتضب لدول الخيوء ال 400 يورو بيجيبتك. لا. في عندك دفع كهرباء. انت بدك تدفع كهرباء. يعني مول جوب سنتر بدفع لك كهرباء. في عندك دفع كهرباء. دفع الكهرباء. اذا انت كنت شخص واحد لحالك بدك تدفع يعني اكتر شيء. اكتر شيء تدفع ل 50 يورو. تمام? هاي 50 يورو راحوا من الكهرباء. عندك في بيوت احيانا بدك تدفع مي. اجار مي. مي اذا بك تدفع انت هون بياخدوا الابفاسة والفاسة. الفاسة اللي هو المي والابفاسة اللي هو تصريف المي. يعني المي اللي عم تتصرف عندك بالبيت بياخدوا عليها مصاري كمان. تمام? فتدفع هذول اتنين فاسة وابفاسة تقريبا حسب استهلاكك للعشرين يورو تقريبا. هاي عشرين. وفي عندك خمسين هاي سبعين راحوا. تمام? هذول بدك تدفعهم من الثلاثمئة وثمانين يورو يلي انت بتقبضهم من الجوب سنتر. يعني ثلاثمئة وثمانين راح منهم نقول متما حكينا سبعين او ثمانين. يعني عندك ثلاثمئة يورو زادوا بيجيبتك. هذول ثلاثمئة يورو بقى انتو مصروفك. اكلك وشربك وكزا. هلالنازل تسألني بيكفوني? بيكفوك. ازا انت اكلك انو عادي. تمام? ازا بتدخن يعني ازا بتدخن انت بتطلع راس براس انت وياهم. انو الدخان هون عندك دخان غالي. فازا بتدخن يعني بتطلع انتو ثلاثمئة يورو راس براس. ازا ما بتدخن بتصرف لك يعني ميتين يورو اكل وشرب. تمام? وبتأملك ميت يورو. هيك. يعني هذا هذا الواقع عم بخطيكم الواقع عنها. ازا انت ما بتدخن بتأملك ميت يورو. بتصرف ميتين يورو اكل وشرب. بس ميتين يورو اكل وشرب انتو صارفهم بتكون متبعزة يعني. يعني اكل ومضبط امورك على الاربع عشرين. اما ازا اذا بدك تضب ايدك. تمام? يعني بتاكل لك ميتة يورو بالشهر. مية وخمسة يورو. تم يمشي الحال معك. تمام? اوكي. هلا بعد ما تكون على الجوب سنتر انت بقى هون. بتأخذه مثل ما قلت لك هذا الراتب. وبيعطوك تدفع لك اجار البيت. هلا. هون راح يبلش الشغل الحقيقي. شو الشغل الحقيقي يا محمد? الشغل الحقيقي. انو الجوب سنتر هلا عم يعطيك راتب. عم يدفع لك اجار عم يدفع لك. الجوب سنتر راح يلزمك اول شغلة بالمدرسة. انك تروح تتعلم اللغة. بدك تتعلم اللغة الالمانية. فشو بيقل لك الجوب سنتر? روح ودور على مدرسة مشان تروح تتعلم اللغة الالمانية. بعد ما انت تروح تدور على مدرسة وتلاقي مدرسة بتروح لعندهن بتقول ان انا لقيت مدرسة لغة. بيقول لك اوكي هات الورقة تبعة التسجيل. هن بقى بيسجلوا. بيسجلوك عندهم ان انت سجلت به المدرسة. وبيدفعوا للمدرسة اه اجار الكورس طبعك. تمام? انت بعد ما تسجل بالمدرسة وتتعلم لغة. هلا قديش فترة اللغة? فترة اللغة بتبليش. اه من الاحرف خلينا نقول. لتسي اينس. تمام? اه او تسي اتسفاي. فبتوصل انت معك المدة هاي تبع كلها تبع التعليم ازا بدك توصل انت لتسي اينس او تسي اتسفاي. وتوصل معك هاي المدة تبع التعليم كلها حوالي سنة. بدك انت تضل بمدرسة سنة عم تتعلم. او في خيار ثاني. انك انت تدرس لالاتسفاي. لالاتسفاي تعتبار المرحلة التالتة. في الاحرف. بعدين الا اينس. بعدين الاتسفاي. تمام? بس تاخد انت الاتسفاي بامكانك انت بقى شو تبليشها تتواصل مع الناس وتعرف تحكي يعني وتعرف تتواصل مع الناس شوي. لمستوى الاتسفاي. يعني دبر حالك. فهون انت بامكانك بقى تدور على شغل. بس تدور على شغل. بتلاقي شغل تطلع بقى انت من الجوب سنتر بتشتغل لحالك. بس قبل هاي الخطوة هاي. لاعطيكم المنغصات يلي بنغصها عليكم الجوب سنتر. شو المنغصات يا محمد? المنغصات اللي بنغصها عليكم الجوب سنتر. ازا بيفوت على حسابك البنكي سنت واحد. الجوب سنتر فورا في بعض وراك. بيقول لك تعال انت فات على حسابك سنت. هاد السنت منين اجاك? هاي واحد. حسابك هيكون مراقب. اتنين. انت ازا بتغيب ازا بتغيب من المدرسة ما بتروحوا عالمدرسة يوم واحد. من دوم ما تجيب اللي هو اه ورقة من الدكتور انك انت كنت مريض او ورقة ازا انت كان عندك موعد بالاوستلندر بيهرد او ازا عندك موعد عند شغل تاني او عندك شي قصة تاني. بدك تجيب ورقة للمدرسة وللجوب سنتر انك انت كنت بهذا اليوم مشغول. او عندك اه مرضان او عندك قصة. بدك جيب ورقة بانك انت كنت هيك. ازا ازا ما بتجيب الورقة تبع العزر بيخصمه من الراتب اللي عم بتاخده انت ثلاثمية واثمانين يورو بيخصمه منك عشرين بالمية. تمام? لانا بيقولولك احنا عم ندفع لك مصاري للدورة انت بقت تروح عالدورة الدراسية. ازا ما رحت بده ينخصم عليك. فبيحصروك حصرة يعني على كيف كيوفك. تمام? هاي بالنسبة لموضوع ازا انت غبت. طيب انت درست وزبطت امورك واخدت الشهادة وانت بعد دراسة وصرت بتحكي وامورك تمام. بعد ما تخلص الدراسة بيبلشوا بقى هون شو? بيبعتولك بيقولك ليش ما عم تدور على شغل? ليش ما عم تدور على شغل? انزال ودور على شغل. بيصرعوك. تمام? بيصرعوك. يعني ظلك عم تدور على شغل. ليش? لانه حقهم يا اخي حقهم الجماعة. عم يعطوك راتب كل شهر اربعمائة يورو. وعم يعطوك اربعمائة يورو اجار بيتها. يعني حقهم بدن يطلعوا من القصة هني هني بدن يخلصوا من من واعي. فانت بديك هون تدور على شغل. ازا ما دورت على شغل وبعتولك هني مسلا عروض شغل وقالي لك روح شوف هذي الشركة. شو بيساوا هني بقى ما انت تاخد شهادة وتضبط امورها? بيبعتولك عروض شغل. بيقولك شوف هاي الشركة روح بالطالب موظفين. بتروح انت على هاي الشركة بتعمل محا مقابلين قابلت مقابلت مقابلت ما انقابلت تقولهم ما قابلوني. بيضل عم يبعتولك شركات لحتى تروح تقدم عليها بفيربونج اللي هو طلب شغل. تمام? لحتى انك تشتغل. انت ازا ما لقيت شغل خلال هالفترة هاي كلها مثلا هني عم يعطوك فيها مصاري. ما عندهم مشكلة هني. بيضلوا عم يعطوك راتبك. بس بيضلوا منغصين عليك حياتك. بيضلوا مراقبينك يعني خطوة بخطوة. بيضلوا عم يبعتولك انه روح دور على شغل. روح دور على شغل. تمام? ازا شافوك انك عم تماطل بالقصة وتعمل مشاكل وتعمل قصص وتماطل وتماطل بالسيرة. وانت بدك تروح تجدد اقامتك بالاوسلندر بيهوردي مثلا كانوا يعطينا ثلاث سنين. رحت انت على الاوسلندر بيهوردي اللي تجدد به الاوسلندر بيهوردي. اوسلندر بيقلك انه انت شو عملت بحياتك هلا هوني. بتقول له انه عمدت انا دورت مسلا للاتسفاي. وعم دور على شغل ما عم لايشغل. اه ما عم تلايشغل. اي طيب خير ان شاء الله. ايلا تعال خد لك هاي اه بيجددولك ثلاث سنين تانيات. تمام? وفي منهم بيكارزوا بتجيون الكريزة الموظفين بيجدد لك سنة. بيشوفك انه انت ما عم تشتغل ولا عم تعمل ولا عم تساوي. حسب الفاسة. تمام? جدد لك يا ثلاث سنة يا سنة. المهم فهي امور الجوب سنتر اللي حابب يعرف انه اللي عم يجي على المانيا شو بده يعمل? هيك بده يتطالب منك. يعني ما تفكر ان انت حتشي تاخد راتب وتعب بالبيت ويلا انت مروي على الارباة عشرين. لا. في مين بيضل عم يلاحقك. تمام? هلأ انت بعد كل المعانات ازا لقيت شغل ولقيت عقد عمل ومشي الحال وزبطت امورك بتروح بتعمل عقد عمل مع الشركة اللي لقيت فيها شغل وبتروح بعدين عالجوب سنتر وبتقل له للجوب سنتر انا لقيت شغل شكرا لكم كتر الله خيركم. انا ما عد بدي انه اخب من عنكم الراتب لانه لقيت شغل. اصلا انه بيفرضوا عليك وتلاقي شغل فورا بيقطعوا لك الراتب. فهون انت وبتلاقي شغل انت بقى هون صرت مسؤول عن نفسك بكل شي. بكل شي. من اجار بيت. من اكلك وشربك. من مصروفك. من دفع كهرباء. من دفع موين. من دفع بعدين عندك انترنت. بعدين بدك تجيب جوال. بدك تجيب اه شاشة بدك تجيب. يعني في كتير شغلات بدك تجيبها انت بقى بتصير كلها على حسابك الشخصي. لانه انت صار عندك عقد عمل. تمام? هلا الناس راح تسألني بالنسبة لعقود العمل اديش الرواتب هون? الرواتب عندك بتبلش اجار الساعة اقل الشيها اقل الشي تسعة ونص يوروب. اقل الشي اللي هو هذا المندنس لوني. هذا اقل سعر للساعة. بالمانيا حاليا. تسعة يورو. يعني اديش بتلحيء بالشهر. احقلك اديش بتلحيء. اذا انت تسعة ونص مسلا ساعتاك. بتلحيء بالشهر اه صافي الف ومية وخمسين لل الف وميتين يورو تقريبا. صافي. الف ومية وخمسين لل الف وميتين يورو تقريبا. صافي. راح يروح منهم اجار بيتك خليلون بيتك اجاره اربعمائة يورو. تمام? وبدي يروح من انتو حسبون ما راح احسبون. بدي يروح من الاربعمائة يورو اجار بيتك. هي اقل الشيان باطيك. وبدي يروح منهم مصروفك اكلك وشربك واذا كان عندك مواصلات شان تروح وتجي على شغلك. بدي يروح منهم تقريبا شي ثلاثمائة وخمسين يورو. تمام? لانه تيكيت تبع القطار حقه يمكن شي ثمانين يورو تقريبا. حسب كل مقاطعة في الها سعر معين لسعر التيكيت. تمام? اه ثمانين يورو. فعندك شي ثلاثمائة وخمسين يورو كمان هدول بدي يروحوا مصروفك تبع اكلك وشربك وشغلك والقطار والامور كلها يعتهي. بعدين المبلغ الاجمالي تدفع منه هالالالتلاق عليهم والباقي بيزيد معك. تمام? هاي يعطيتكم لمحة سريعة عن الرواتب. هلا انت بعد ما نصير عندك عقد عمل وكون عندك مثلا اقامة ثلاثة سنين وامورك جيدة وعم تدفع ضرايب. بدك تصير تدفع ضرايب. تمام? فانت بتكون بقى هون صرت يعني متلك متل مواطن الماني. عم تدفع ضرايب لالمانيا. وعم تشتغل وعم تصرف على حالك وكل شي انت لحالك. كل شي انت عم تصرفه وتضبطه على امورك. فهون انت وتصير في عندك تجديد اقامة. تمام? لازم وبدك تجدد اقامتك اذا بدك تاخد اقامة مفتوحة. لازم يكون في عندك شروط اللي هي انه يكون في عندك شهادة البي اينس اللي هي اقل شهادة هي بدك تكون للبي اينس. وبدك تكون عندك شهادة السياسي اللي هو الاختبار تبع الاسئلة القانون بالمانيا. وبدك تكون عندك عقد العمل. وبدك تكون عندك انه انت عم تدفع ضرايب وامورك تمام. هلأ في في وضع للناس يلي اقضي اقامة سنة حماية. هدول اذا راحوا مسلا اخدوا اقامة سنة وراحوا لقوا شغل واشتغلوا على الاربعة عشرين وراحوا ليجددوا بال او استندب هوردة. تمام? او استندب هوردة بشوف بقول له اوكي انه انه انت عم تشتغل تمام على العيني وراسي. بس انت القانون بيقلك انه انه انت لازم تضل لك عم تدفع الغنت في الزجانج الراتب التقاعدي خمس سنين لمدة خمس سنين. بعد خمس سنين بامكانك تقدم على الاقامة المفتوحة. او على الجنسية. تمام? انا عم بعطيكم لمحة هيك سريعة انا. فهي الامور كلها حكيت لكم بالنسبة للناس اللي بده توصل عالمانيا شو راح يصير معها. تمام? هلأ طبعا كل مقاطعة عن مقاطعة بتختلف. يعني كل مقاطعة عن مقاطعة بتختلف. مقاطعة بيكون في رواتب عالية. مقاطعة بيكون رواتب يعني في كتير امور هون بالمانيا يعني في سلبيات وفي ايجابيات. يعني ما بقولكم انه المانيا كلها ايجابيات. لا. في سلبيات. يعني مثلا هون بدفعونا بالمانيا في شي اسمه الراديو بالمانيا. يعني هذا بدفعونا هون انه احنا عم نستعمل التلفزيون اه في اشتراك الزامي بدفعوك كل شهر. هوالي سبعة عشر يورو مستقربان. هدول ما لك فيه انتو. يعني عم تدفعوه انت هيك يعني ما لك فيهم. عرفت شلون? بالاضافة انك انت تدفع ضرائب هون بالمانيا. تدفع ضرائب. كيف يعني عم تدفع ضرائب. يعني انت راتبك انا قلت لك بيزد لك 1200 يورو صافي. بس انت قبل الراتب الصافي انت عم تقبض 1800 تقريبا. 1900. فهذا 1900 اللي انت عم تقبضون عم يزد لك منهم ومن بعد دفع الضرائب ودفع الخانكن فنزشغون والقصص كله هاته هاي. عم يزد لك انت 1200. فانت راتبك الاساسي عم تقبض 1800 تقريبا. 1900. عم يروح منهم 500 تقريبا. 600 يورو. اه ضرائب. والباقي عم يزيد صافي لك. ففي كتير امورهم بالمانيا الواحد يعني بيقول لك انه اوكي فيه تسهيلات وفيه شغلات في كزا. بس برضه فيه سلبيات. برضه يعني لا تنسوا في عندكم مسلا في بعض الناس عنصرية. عم نعاني كتير منضوع العنصرية. يعني موظف ازا انت بتفوت لعنده ازا بشوف شعرك اسود مسلا وعامل دن وسودة وكزا. بيتطلع مسلا بجود ما عجبك ما عجبوا شكلك. بيعرقلك امورها. بيعرقلها. احدها مسلا بالطريق شافك اه مرتك مسلا حطة اشار حجاب متحجبة. تمام? بفيه عنصرية. اه فيه نسوان كتير هون يعني محجبات عميعان وما قصة احرام. يعني فيه عنصرية. يعني موظف ازا تشتغل مسلا بمكان. اه متل ما فيه انا عامل فيديو عندي بالقناة انه يمنعوا الحجاب بالاماكن للعمل. انه ممنوع الحجاب. ما بتزبط يعني فيه امور سلبية. تمام? يعني مسلا اه بس يصير في عندك تتجوز ويصير في عندك اولاد. اولادك بديك تضل خايف. انه بالكيندرغارتن بالحباني اه بتخاف يطعمون اه خنزين تخاف تعمون جلاتين. اه يعني عندهم بيطعمون عادي يعني بيطعمون جلاتين في هيك جلاتين بتجي شطي مطي. بتجي جلاتين من خنزين. وغير هيك عندك بعد فترة حيكون في عندك موضوع على المدارس. اينا الناس اللي متجوزة وعندها عيلي. في عندك موضوع على المدارس. المدارس هون اه يعني فيه كتير فيه كتير انفتاح. يعني الولد بيوصل للصف معين بيصيروا بيعلموه كيف كيف الجماع وكيف وشو هو الجماع يعني يعرفوا بيعلمو كل شيء. بالاضافة انه في عندهم تفتح انه المدارس عادي. انه الواحد يقعد يبوصل صاحبته اه يتسلى هو صاحبته قدام رفقاء عادي يعني ما عندهم مشكلة. ففي امور هتكون سلبية بالنسبة للأولاد يعني لأولادنا لمستقبلنا يعني. ففي سلبيات وفي ايجابيات. ايجابيات ان الحمد لله واحد قاعد يعني ببلد آمن الامان بالله. لا في حرب ولا في مشاكل ولا في عيد. تاني شغلة اه يعني البلد فيها قانون تمام. في بعض الاحيان القانون ظالم بالاصاص. بس في قانون يعني. اذا بتقدم انت ورائك النظامية وتمورك والشخص اللي انت شغله تمام. امور جيدة يعني. تمام? فهي الامور حبيت احكيكم ياها عن المانيا. ما بدي طول الفيديو اكتر من هيك مشان ما اتملو يعني. فهي الامور اللي حتكون انت بستنيتك بالمانيا. اول ما تجي على المانيا. حبايبي. هذا الفيديو كان تبعي لليوم. ان شاء الله كون فضلتكم بالفيديو يلي حكيته والشرح اللي قلته. وتشكركم اللي حسن المتابعة. لا تنسونا بالاشتراك بالقناة وتعملونا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن من مشاهدات. تشكركم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.